اشتركوا في القناة اكد سموه أن التوصل إلى صيغة توافقية متوازنة حيال الميزانية بين ممثلية السلطتين أولوية علينا جميعا أن نسعى إليها لتنفيذ المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتكفل استمرار مسيرة العمل التنموي في المملكة وأكد سموه كذلك على أهمية البعد الاجتماعي كأحد أركان أساسية للميزانية العامة للدولة والسياسات المالية بوجه عام ومن هنا أهمية استمرار برامج الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات وأوجه الدعم المختلف للشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقا وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل في قصر الإقضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى وخلال اللقاء أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تصب دوما في اتجاه تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم في العيش الكريم وأن الحكومة أعدت الميزانية العامة للدولة على الرغم من التحديات لتكون محاقيقة لهذه التطلعات وأشهد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء المقر بالتعاون المثمري الجاري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 مؤكدا سموه أن هذا الجهد المشرك يمثل ضمنة أساسية لخروج الميزانية الجديدة في صورتها المثلة وتعزيز دورها كأداة محورية لتنفيذ السياسات المالية المعتمدة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة للمشاريع التنموية الرائدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لمسيرة العمل التنموي في المملكة في مجملها وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى الخطوات التي قطعها حتى الآن في سياق التشاور الدائر بين ممثلية السلطتين حيال الميزانية منويها سموه بأن الحكومة لا تدخر وسعا في الإجابة على أي أسئلة أو استفسارات أو مقترحات يتم تلقيها فيما يتعلق بهذا الموضوع وتوفير كافة البيانات والإحصاءات ذات العلاقة كما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أقصى درجات الكفاة في التعامل مع التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية منويها سموه بأهمية السياسات والبرامج التي ستكون موضع تركيز وأولوية خلال تنفيذ الميزانية كقوة دافعة تصب في هذا الاجتجاه خاصة فيما يتعلق بضبط الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الإيرادات العامة والعمل على زيادة دمو وتنافسية الاقتصاد الوطنية من جانبهما أعرب رئيسي مجلسي النواب والشورى عن خالص مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنقاش الخاص بالميزانية ولتعميق وترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بصفة عامة مؤكدين أن توجهات سموها السديدة ورويته الثاقبة تفتح أفاقا وسعة لتحقيق المزيد من التقدم والزهار سواء على صعيد القطاعات المالية والاقتصادية أو غيرها من ميادين ومناح العمل الوطني تشرفنا اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك لأن نقدم الشكر على ما تفضل به وآمر بها بالنسبة لقرار مشروع ميزانية 2017-2018 والمتعلقة خاصة بحقوق المواطنين والذي أكد سموه بأن سوف لن يكون هناك أي مساس بأي مكتسبات أو حقوق المواطنين في ميزانية 2017-2018 هذا ما كنا نأمل أن نسمع من السموه وكذلك لإطمئنان جميع المواطنين وكذلك النواب في مجلس النواب على أن هذه المكتسبات وهذه الحقوق سوف لن تمس وهذا ما عودنا به سموه في جميع المراحل وهذا ما أكد سموه بأن جميع هذه المكتسبات وهذه الحقوق بالنسبة للمواطنين سوف لن تمس وسوف تعتمد ميزانية 2017-2018 حسب الحساب الختامي لميزانية 2016 الشكر الجزير لسموه على ما قام به تشرفنا اليوم بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المكر والذي أكد فيه خلال هذه المقابلة على تجديد ضمان محافظة المواطن على كل من مستحقاته وحقوقه وهذا طرعا شيء ليس بغريب على صاحب السمو نحن اليوم مع الظروف الاقتصادية الغير اعتيادية إلا أن دائما سياسة صاحب السمو رئيس الوزراء تأتي من خلال محافظة على المواطن أولا وفي نفس الوقت هذه التوجيهات هي فعلا نحن أخذناها في الاعتبار بالنسبة إلى الميزانية للسنتين الماليتين 2017-2018 عاصلنا من أهم البنود التي ضمنتها هو حقوق المواطن والمحافظة عليها وفي نفس الوقت أعطاء العريحية بالنسبة إلى تنمية مستوى معيجة المواطن ترجمة نانسي قنقر